اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفقا لبيانة مركز رصد زلازل الأوروبي المتوسطي واظهرت بيانة زلازل الأوروبي المتوسطي وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت بالغارية على مسافة 65 كم جنوب الشرق العاصمة صوفيا غرب البلاد وعلى مسافة 22 كم جنوب شرق مدينة ساموكوف جنوب غرب البلاد وفي سويسرا ضربت هزة أرضية بقوة 1.4 درجة على مقياس ريختر على مسافة 42 كم جنوب شرق مدينة لوزان وقال مركز رصد زلازلين بؤرة أرضية ضربت سويسرا وقعت العمق 3 كم وضربت الهزة بقوة 1.7 درجة على مقياس الاختر إسبانيا على عمق 3 كم وفقا لبيانات مركز رصد زلازل الأوروبي المتوسطي أظهرت بيانات رصد زلازل الأوروبي المتوسطي عبر موقعه الإلكتروني وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت إسبانيا على مسافة 36 كم جنوب غرق مدينة جيان جنوب البلاد كما سجل إقليم الحسيمة شمال شرق المغرب هزة ضربت ليابسة نواحي جماعة أربعة أوريت شعر بها سكان الجماعة المجاورة وحسب بيانات مراكز رصد زلازل العالمية فقد سجلت هزة على الساعة 9.51 دقيقة مساء يومه الاثنين 28 نوفمبر الجاري وبلغت قوة الهزة 2.2 درجة على سنة ميريشتر وسجل مركز ونواحي جمع تربعة أوريت بإقليم الحسيمة